ده بالنسبة للأهل بالنسبة بقى أهل الزمالك كمان مطش مهم جدا مع التراجي تنسي ومطش مستهل وكمان يمكن حظوظ الزمالك صعبة شفايا هو زي ما قلنا على الزمالك زي ما قلنا على الأهل حنقول على الزمالك اخدم نفسك بنفسك لأن الزمالك بيعيش فترة صعبة للغاية سواء في بطولة الدوري أو في بطولة أفريقيا الزمالك مبارتين أحرز نقطة واحدة رايح للتراجي نتيجة مباراة الأمس المريخ وشباب بلوزداد في مصلحة الزمالك بشكل كبير جدا أن شباب بلوزداد فزع الزمالك اتغلب مبارتين ولكن الزمالك برضو اختم نفسك بنفسك لا بد أن يخرج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية لأن بعد مباراة التراجي سيبقى فيه ثلاث مباراة للزمالك في القاهرة متبقيين منهم اتنين في القاهرة وواحدة براء القاهرة المشكلة الأساسية بتاعة مباراة الزمالك النهاردة أن الضغط الجماهيري اللي حيكون موجود أنا أعتقد أن هي بعدما التحدي الأفريقي سمح لألترس التراجي أنه يحضر مباراة أعتقد أن دي الناس فكرة أن دي ممكن تكون نقطة سلبية بالنسبة لزمالك أنا بعتبرها نقطة إيجابية وخصوصا التجارب السابقة كلها أثبتت أن فريق التراجي تحديدا التراجي التونسي بيلعب بره ملعبه أفضل من جوه ملعبه والدليل على هذا أنه خطف الفوز من شباب بولوزداد في الجزائة لذلك لازم الزمالك يستغل لهذه النقطة بتأثير إيجابي وليس تأثير سلبي كما يتردد يعني اللي يتردد خلال الساعات الأخيرة بعد السماح لألترس التراجي أنه يحضر مباراة أنه ده حيكون فيه عامل ضغط للزمالك بالعكس أنا بعتبره أنه هو حيكون عامل ضغط بالنسبة لفريق التراجي عشان كده برضو بنقول للزمالك اخدم نفسك بنفسك النهار دي وهي ده من الفرق الكبيرة مفروض تتعود أن يبتلعب في ضغط جماهير مش جماهير أرضو مش أرضو أنا بلعب في ضغط 11 لعب قدام 11 لعب بمهما كانت الجماهير موجودة ده أعتقد أنه مع الفرق الكبيرة ما بقاش يفرق أو ما بقاش يأثر وخصوصا أن الزمالك فيه مجموعة خبرات يعني أنت لما تيجي تشوف اللعيبة الدوليين في الزمالك 11 لعب اللعيبة الدوليين في التراجي 10 لعيبة متوسط أعمار فريق الزمالك مقارب لمتوسط أعمار فريق التراجي الفرق هنا الفرق الوحيد أن التراجي حيدخل بمعنويات أنه هو متصدر ب6 نقاط الزمالك هيدخل بمعنويات أنه هو دي تعتبر البداية عشان كده جماهير الزمالك عملت هشتاج لي ومين شغال نعتبر البداية من رادس يعني بيحاولوا بقدر إمكان أنه هما يحفزوا اللعيبة رغم أن ملعب رادس بالنسبة لفريق الزمالك تاريخيا مش على يعني ملوش ذكريات حلوة أنه هو لعب 3 مطشوات قبل كده ويمكن يضغط فز في مباراة واحدة ولكن أنا أعتقد تحديدا مباراة الزمالك هي النهاردة هي مباراة لعيبة في المقام الأول لعيبة هي اللي حتقدر ترجع من جديد في البطولة الأفريقية الغايبة عن الفريق منذ 21 أو 22 سنة وخصوصا أن الأجواء خلال الأسبوع اللي فات أو العشر تيام اللي فات وبعد مباراة سموحة تم تأجيل مباراة سيروميكا للنادي الزمالك في الدوري عشان يستعد كويس ده بالإضافة إلى أن فريق الزمالك تحديدا دائما بيتأثر بالأجواء الخارجية الخاصة بالنادي والأجواء الخارجية الخاصة بالنادي خلال الأسبوع اللي فات كلنا نشهد أن هي هدية ومستقرة وخصوصا بعد قيد الثلاث لعبين الصفقات الجديدة فكل الأمال وكل الفرص موجودة للزمالك أنه يكون بنتيجة إيجابية إن لم يكن الفوز يبقى التعادل طبعا ذكر بقى الصفقات الجديدة نشوف الصفقات الجديدة في الموتش قدام الترجي خاصة لو نكلم على منسي مثلا شبانة هو فريرا قال في المؤتمر الصحف إن باري احتكلم عن موضوع الصفقات الجديدة ولكن عقلية فريرا تحديدا من النوعية اللي هو أي لاعب يدخل جديد على الفرقة بيقعد وقت عبل ما ينسجم فتبقى ممكن تكون فيه صعوبة إنه هو يبدأ بالصفقات الجديدة ممكن يبقى فيه الدكة البوداداء يستفيد منهم في أي وقت وخصوصا في الشق الهجومي على حسب مجريات المباراة على ما أعتقد أنه هيحافظ على التشكيلة الأساسية اللي لعب بها مباراة المريخ إن لم يكن هناك تغيير أو تغييرين على الأقل في تأمين خط الوسط أنا أعتقد أن فريرا النهاردة حيركز قوي أنه يمتلك منتصف الملعب لأن فريق الترجي في وسط الملعب تحديدا فريق يعتبر شرس جدا ولما بيمتلك نص الملعب بيسبب خطورة كبيرة جدا على مرمى المنافسية طيب إحنا هنتكلم دلوقتي بالتفصيل طبعا عن التشكيل المتوقع لكن شايف فريرا بعد عودته ليا الأخيرة طبعا كل الفرق في العالم كله بتتعثر أي فريق ممكن يتعثر في أي دوري من الدوريات الكبرى لكن في النهاية عودة هذا الفريق بتفرق وبيكون عامل أساسي في عودة هذا الفريق هو الاستقرار وأن المدير الفني الموجود لو ما تغيرش يتدارك أخطاء وفرييرا عمل أرقام كويسة جدا معنات الزمالك خلال الموسمين اللي فاتوا بعد قرار بتاع مجلس إقدار الأخير بإقالة فرييرا وبعدين عودته تاني يوم هل أنت شايف أنه هو فرييرا اللي كان موجود؟ هو الأجواء نفسها ما ساعدتش فرييرا على أنه هو يعني يمكن النتائج اللي حققها فرييرا وخصوصا آخر 12 مباراة للزمالك لما الزمالك يلعب 12 مباراة يفوز في مباراتين فقط في بطولة الدوري ويتعصر في كثير من المبارات سواء بالتعادل أو بالخسارة دي بتأثر مش على المدرب بس ده على المدرب وعلى اللحيبة في الولاية الأولى أحرص بطولة دوري وكاس والولاية الثانية أحرص بطولة دوري وكاس ولكن الأجواء اللي حصلت رحيل وثم عودته مرة أخرى تم تداركها بسرعة وحيتم تداركها أكتر في مباراة الترجي لو رجع بنتيجة إيجابية لأن أنت عندك البطولة الأفريقية بالنسبة للزمالك هذا الموسم هي تعتبر الترجي رقم واحد بعد يمكن ارتفاع الفارق النقاط في بطولة الدوري رغم أن بطولة الدوري رقميا لسه طبعا مشوار طويل ولكن فيريرا قدامه فرصة كبيرة يعني لسه ما خلصش اللي عنده لسه ما خلص اللي عنده وأتمنى أنا واحد من الناس مثلا أتمنى أن فيريرا الحالة اللي عاشها مع جمهور الزمالك يمكن تأثرت شوية خلال 15 يوم اللي فاتوا ممكن هو يحاول بقدر إمكاني يرجحها من جديد ومش حيرجحها من جديد إلا من خلال النتائج وخصوصا بطولة أفريقيا